شكراً يظل دايماً عم يتحرك لأنه ممكن حتى بمفهوم الديني تعتبره صدقة جارية هلأ لما بيتحرك الكتاب فبينزل سعره يعني الأول ما بتشتريه جديد بيكون سعره مرتفع كل ما بتدوره بين شخص لشخص كل ما بنخفض سعره بيصيد بمتنول جميع أوضاع اقتصادية الحالية بكل العالم يمكن وعننا بالذات أوضاع سيئة من ناحية أولويات كتب عن الحياة اليومية فلما بيكون كتاب مستعمل بيكون سعره مبدئية نصف حق الكتاب الجديد هلأ لما بنتدور تاني مرة بيستعمل مرة تاني وتالتي ورابعة بيوصل لسعر متنول جميع الشيء اللي عم نحاول نساوي به هالمكتب هي أنه الناس تقرأ وترجع تدور الكتاب سواء كان إيجار سواء كان بيع سواء كان مبادلة كل الطرق التدور الكتاب نحن مفتوحة بالنسبة لنا المشروع إذا تريد تفكر فيه كمشروع تجاري ومشروع خاسر تجاريا ولكن رابح إنسانيا وفكريا وثقافيا ما كل شيء بالدنيا بدك تفكر فيه بطريقة مادية فأنا بعتبر بأنه الاستثمار في مجال الفكر في مجال العقل هو استثمار رابح في النهاية في ناس بتقول لك هلأ أن الكتاب الإلكتروني هو المسيطر بأرقى دول العالم من اليابان لأوروبا الناس تطلع بجوات المترو بتطلع على شغلة بتطلع بفتحة كتاب وراقي أنا ما يضد الكتاب الإلكتروني أنا بقرأ كتب الإلكترونية بس للوراقي بيضل غير شيء يعني إلو نكهة خاصة فيه هلأ بدون يتقاسموا الناس الوراقي والإلكتروني الوراقي مشكلته بأنه بمرتفع سعره إذا هالطريقة اللي اتبعناها نحن استعملنا ودورنا وعدنا استخدامه المرة أو المرة أنا برأي تنحل قصته الاقتصادية بداية العمل اللي نحن طلقنا فيه أطلقنا شيء اسمه دار الوسائق الرقمية اللي هي بتاخد نسخة رقمية بتحول الكتاب الوراقي إلى كتاب بي دي اف وبتوزعه في قسم منه بكلفة تحويله في قسم منه مجاني المشروع في البداية بدي اسمه دار الوسائق الرقمية أي ديجتال يعني أي البي دي اف فكان فكرته أنه نحن نحول الحقيقة كان سببه هو حالة الحرب حالة احتراق الكتب فكان انقاذه ما في غير عن طريق تحويله لصيغة الكترونية ويعني ورساله بكافة أنحاء العالم هلأ الدار كانت بتحول أهم الوسائق والكتب والمجلات والجرائد والكل الدوريات كل شيء إلى صيغة الكترونية أو بتتقاضع كانت كلفة تحويله أو بتتوزعها مجانا اتطورت الفكرة وقلنا نحن ما دام انتهت الحرب وصار نقدر نحن نكون بأمان تجاه الكتب خلينا نحن نرجع نعيد تدوير الكتب الورقية وليس فقط الالكترونية ففتحنا شيء اسمه دار الوسائق الورقية اللي نحن هلأ فيه صار عنا جناحين الرقمية والورقية